السلام عليكم جايب لكم النهاردة ان شاء الله خدمة جديدة بتقدمها جوجل وهي مستندة جوجل هنجي نفتح مع بعض كده موقع جوجل ونكتب في البحث عندنا doc doc ونعمل عملية بحث هيظهر لنا تاج البحث زي ما وبين قدامكم كده هنختار منها مستندات جوجل طيب يجي يقولك هنا انشاء مستندات فعالة على المستوى الشخصي وعلى مستوى المؤسسة هنختار طبعا الانتقال الى مستندات جوجل على المستوى الشخصي نفتح كده ونشوف يجي تختار العلامة الزرق اللي تحت دهية اللي هي زائد دي انشاء مستند جديد نضغط عليها كده هتلاقيه فتح لك برنامج زي برنامج الورد بالزبط طيب ايه الجديد بقى فيه يا مستر بص يا سيدي هنجي نفتح قيمة الادوات اللي فوق دي نفتح الادوات كده هنختار منها كتابة بالصوت الكتابة بالصوت اهو يعني انا هملي جوجل طب ده هيفيدني في ايه يا مستر هيفيدك في كتابة الابحاس بدل ما تقعد تكتب والكيبورد وتقول انا بطيء في الكتابة لا انت مليه وهو هيكتب لك البحث او المقالة بتاعتك او الكتاب اللي انت عايز تكتبه اول ما ضغطنا على الكتابة بالصوت هيظهر لنا المايك اللي ظهر قدامنا ده نضغط على علامة المايك اهو وبعدها نبدأ نسجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته ورحمة الله ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته في بعض الشروحات والعروض الخاصة بنا وهكلمك كمان عن اهميته في كتابة النص بتاعك وازاي تنسأ الكلام بتاعك زي ما انت شايف كده تم كتابة كل ما تحدست عنه وهو كمان يعني لو انا فضلت قاعد اتكلم هيفضل قاعد يكتب كل الكلام اللي انا بقوله طب هيوقف كتابة امتى لغاية ما تبدأ حضرتك تضغط على علامة المايك الموجودة هنا الحمرة ونقفل الصوت كده كده خلاص خلص كتابة وكده تكون كتبت كل اللي انت عايزه وحولته الى نص تبدأ تاخده بقى حضرتك كده تظلله وتعمل كليك يمين وتقول له نسخ وتروح تفتح الورد بتاعك الغلبان اللي هنا وتعمل كليك يمين وتقول له لصق طبعا ممكن يكون فيه كلام يعني الشيال كلمة صغيرة ما كتبتش عادي ممكن انت بقى تصلحها بس انت معاك فقرة كاملة هيت تبدأ بقى تنسكها تعمل لها بولد وتكبر الخط عندك زي ما انت عايز والفقرة عندك متنسكة وكل اللي انت كتبته موجود قدامك بالنص وده اللي كنت عايز اعرفه لك النهاردة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة